عظيمة والتهالك اللي موجود وانت في نفس الوقت تشايف ان على التوازي في حاجة تانية بتتعامل بالطب احنا عندنا اشكالية كبيرة جدا مناظر الشعبية على فكرة عانت فترة طويلة جدا من اهمال مفتقدة يعني كل سبل حياة الكريمة لكن لما نيجي نبص النهاردة ان الرئيس تخصص صندوق اسمه صندوق تطول عشوط على فكرة كان فيه اجتماع قريبا يعني بالامس اوه حاجة اجتماعية رائعة جدا البناء ده انا شفت حاجات بجد والله والله العظيم ليس النفاق ولا انا عايز حاجة ولا بتاع بس انا شفت حاجات محترمة اوي وكمان مفروشة بالطبع يعني يعني عصت زمان معلش مع كل تقدير وحب العبد الناصر طبعا كلان طبي عبد الناصر المساكن الشعبية وي 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 الحقيقة انما يعني احنا عمين حاجة محترمة لا رؤية مختلفة خالص مودل الجل الرابع الفرجية السيد حاجة مختلفة خالص سواء على فكرة العاصمة الادارية او الاول او العلمينة جدا لكن فيه حاجة مهمة جدا لما تيجي تبص على اسمرات ولم تيجي تبص على بشاير واحد وبشاير اثنين وغط العنب وتيجي تبص على المشروعات دي كلها تشعر ان الدولة النهاردة وهي بتتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو الحياة الكريمة للمواطن مصري بالفعل النهاردة توفرت في السكن وده كان دايما ابدا نوجه السيد الرئيس ان الحياة الكريمة تبدأ تبدأ توجه للمواطن مصري الاماكن الصعبة دي على فكرة لم يستطع اي اي رئيس جمهورية على مدار مصري نتطرق لتلك الامور كنا دايما نسمع عن ازمة صخرة الدوئة صخرة الدوئة كل سنة واثنين وثلاثة انا شفت عندك في الدارة الناس الحاجات المتبلطة الحواري المتبلطة نقلة نقلة غير عادي يا فندم صندوق تطوير العشوات خصص ليه معالي الرئيس 318 مليار جنيه على مدار عشر سنوات لتطوير كل المناطق العشوات شفت الفلاط الموجود هناك الانترلوك طبعا حاجة رائعة جدا يعني السنة دي بس فقط صندوق تطوير العشوات مد الجزة 400 مليون جنيه منهم بلقى داكرو 90 مليون جنيه الحمد للتعالى على مدار 2018 واحدة بنشتغل على الملف ده مع لاجنة الاسكان لغاية ما ربنا وفقنا بالفعل النهاردة